عالم الاندية فوليد سليمان شعر بتلميح من بيتسو موسماني انه لن يتواجد للسنة الثانية على التوالي في قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم الاندية وده عمل له حالة حزن باعتبار انه هو بيتمرن ورجع للتدريبات بقاله فترة فشايف انه ده قد يكون اخر منديال الاندية يكون متاح لي فرصة في المشاركة فهو عبر عن انه حزين من ده وقال انه ساعتها مش يبقى مضطر انه يسافر فهو نفسه يكون في القائمة لكن ما وصل الى اللاعب بتلميحات من موسماني انه لن يكون متواجدا ده حتى الان بالنظر لاي احتمالات قائمة في الايام اللي جاية قد يشارك فيها وليد سليمان ضمن قائمة الاهلي المشاركة في منديال الاندية باذن الله